اهلا وسهلا بحضراتكم في تغطية اقتصادية جديدة تأتيكم من تلفزيون اليوم السابع والبداية مع العنوين وزارة المالية تعلن تسير اجراءات الافراج الجمهوركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في قمة المناخ تراجع كبير في مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات اليوم استقرار اسعار الذهب والمعادم في مصر عند مستويات 1130 جنيها واخيرا استقرار اسعار العملات الاجنبية امام الجنيه المصري والبداية مع ما اعلن وزير المالية في بيان صحفي اليوم حيث اصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة من قيادات مصلحتين الضرائب والجمالك لتيسير اجراءات الافراج الجمهوركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في قمة المناخ المزمع عقدها في نوفمبر المقبل خلال نوفمبر المقبل والتي تحظى بمشاركة واسعة من الاعضاء بمنظمة الامم المتحدة واوضح الوزير ان هذه اللجنة تختص بابتخاذ الاجراءات اللازمة لتيسير الافراج الجمهوركي المؤقت على جميع المعدات والالات الواردة بصحبة الوفود الرسمية والاعلامية العالمية المشاركة في قمة المناخ وقال الوزير انه تم اعداد دليل اجراء مبسط باللغتين العربية والانجليزية يتضمن الاجراءات الجمهوركية الواردة تحت نظام الافراج الجمهوركي المؤقت واجراءات التخليص المسبق واجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين الاجانب وتعميم هذا الدليل ونشره وربطه بالموقع الالكتروني الرسمي لمؤتمر المناخ والموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية والجهات ذات الصلة نروح للخبر التاني معنا النهاردة وهو التراجع في مؤشرات البورصة المصرية حيث اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاحد بداية جلسات هذا الاسبوع على تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط اسهم قيادية في مرتفع مؤشر ايزي اي جي اكس سبعين و اي جي اكس مية وسط دولات ضعيفة وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 129 مليون جنيها ليغلق عند مستويات 687 مليار و 272 مليون جنيها نروح للخبر التالت معنا النهاردة وهو ما حدث في سوء الذهب من تغيرات والتطورات حيث استقرت اسعار الذهب في تعاملات اليوم الاحد لكنها على مدار اسبوع شهدت الاسعار عدة تغيرات عند نفس المستويات التي بدأ بها السوق هذا الاسبوع حيث شهدت الاسعار ارتفاعات متتالية على مدار اسبوع ولكن على مدار اليوم استقرت جميع الاعيرة المتدولة وفيما يلي بيان باسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 هو الاكثر مبيعا في مصر مستويات 1130 جنيها وسجل عيار 18 هو العيار الثاني من حيث حجم المبيعات مستويات 669 جنيها في تدولات اليوم في حين سجل عيار 24 وهو العيار المكون للسباك الذهب في مصر مستويات 1291 جنيها وأخيرا بلغ سعر الجنيه الذهب 9040 جنيها وتركب السوق العالمي للذهب هذا الاسبوع عدد من التقارير والبيانات التي قد تؤثر في حركة المعدن النفيس حيث تعتبر التقارير والمؤشرات الاقتصادية بص لا يتحرك على أساسها المستثمرين والباحثين عن توجيه أموالهم نحو الملاز الآمن دروح للخبر الأخير في نشرة النهاردة وهو ما حدث في سوق العملات حيث تشهد جميع العملات استقرار ملحوظ في تعاملات اليوم الأحد أمام الجنيه المصري وبداية مع الدولار حيث تسجل سعر الدولار مستويات 19.44 للشراء و19.50 قرش بالنسبة لسعر البيع وبالنسبة لسعر الريال السعودي فقد سجل مستويات 5 جنيهات و16 قرش للشراء و5 جنيهات و18 قرش بالنسبة لسعر البيع وبلغ سعر الدينار الكويتي مستويات 60 جنيها 5.55 قرش للشراء و63 جنيها و6 قرش للبيع كما استقر سعر صرف الجنيه السرليني عند مستويات 21 جنيها للشراء و79 قرش في حين بلغ سعر البيع مستويات 22 جنيها و15 قرش وهذه الأسعار قد تشهد بعض التغيرات خلال أوقات التدول على مدار اليوم ونشكركم لحسن المتابعة وانتظرونا في تغطيات اقتصادية جديدة تأتيكم من تلفزيون اليوم السابع اشتركوا في القناة